السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري العام والفندوقي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة وجزء جديد وحلقة جديدة من علاقة المناهج بسوء العمل كلمنا في الحلقات اللي فاتت عن مادة قانون العمل وعلاقتها بسوء العمل بمعنى أنت المادة دي أنت بتدرسها بتتعلم فيها حاجات مهمة جدا بتقدر تفيدك في حياتك العملية وزي ما احنا بنقول المستقبل للتعليم الفني هارده معنا مادة مرتبطة بسوء العمل ومش مرتبطة بسوء العمل بس لا ده مرتبطة كمان بحياتك بحياتك؟ آه طبعا بحياتك مادة اسمها إدارة المشروعات الصغيرة وإحنا الوقت بننادي وبنقول المستقبل للتعليم الفني في الفترة اللي جاية وإحنا استعرضنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت إن دول العالم المتقدمة ألمانيا وإيطاليا وأوروبا وأمريكا كل دي الدول دلوقتي بتعتمد على التعليم الفني في جميع مجالاته طيب المادة بتاعتنا النهار ده اسمها إيه؟ مادة إدارة المشروعات الصغيرة المادة دي بتعلمك إزاي من أول ما تفكر تبتدي تعمل مشروع بطريقة علمية وأسلوب علمي المادة بتعرفك إيه الطرق اللي أنت هتعمل بها المشروع بتعرفك يعني إيه؟ كلمة دراسات الجدوى الاقتصادية بتعرفك إزاي تجيب فلوس منين للمشروع تمول إزاي مشروعك تفكر إزاي إن أنت تعمل مشروع إيه الفكرة اللي ممكن تجي في دمارك تخليك تعمل مشروع كمان بتعرفك إزاي تتجنب فشل المشروع ده هنعرف كل الكلام ده وأي سؤال في دمارك لو أنت مقبل على مشروع وعايز تعمل مشروع أي سؤال في دمارك إن شاء الله بإذن الله في الحلقة دي هنقدر نجاوب عليه هنتكلم على مادة إدارة المشروعات طيب السؤال الأول قبل ما تفكر تعمل مشروع أعرف الأول يعني إيه كلمة مشروع كلمة مشروع يعني إيه كلمة المشروع دي معناها ببساطة كده ده نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من أجله الأموال يعني المشروع مش محتاج فلوس بس الأموال هي الفلوس بس مش محتاج فلوس بس أمال محتاج إيه كمان محتاج موارد وهنتكلم بالتفصيل يعني إيه كلمة موارد يبقى ده نشاط تستخدم فيه الموارد وتنفق من أجله الأموال طب ليه طب انت بتعمل المشروع ليه من قد تقول لي عشان اكسب طيب هو المشروع المكاسب بتاعته هل هي ارباح مالية فقط لا عشان كده بنقول ايه من اجل الحصول على منافع متوقعة يعني ايه منافع وخلي بالك متوقعة ليه متوقعة لان فيه نسبة احتمال لفشل المشروع وعشان تتجنب فشل المشروع تابع معنا النهاردة الحلقة كده من اولها وشوف ازاي هنمشي خطوة خطوة مع فكرة ان انت ازاي تعمل المشروع يبقى المشروع محتاج موارد محتاج رأس مال عشان تجيب عشان تحصل على منافع متوقعة وكلمة متوقعة يعني معناها في المستقبل لان انت ما تعمل المشروع بتبتدي تجني المنافع بتاعته في المستقبل في فترة زمنية معينة يعني ايه فترة زمنية معينة واللي بنسميها في المشروعات عمر المشروع هو المشروع لعم كل حاجة عندنا لها عم بنا يادم لعم الآلة لها عم استهلاكي برضو المشروع لعم المشروع لعم ازاي نوضحها كده ببساطة قبل ما نخش بالتبصيل ان انت شطرتك وانت بتعمل المشروع ده ان انت تجيب فلوسك قبل ما عم المشروع ده ينتهي طب عم المشروع هينتهي ازاي ما المشروع ده احنا قلنا هنستخدم فيه موارد الموارد دي قد تكون آلات او معدات او اجهزة الاجهزة والآلات والموادات دي كلها بيتم استهلاكها يبقى انا شطرتي ان انا اجيب فلوسي دي التكاليف اللي انا دفعتها فيه قبل فترة عمر المشروع ما يخلص طب عشان نفهم الكلام ده كله تعالوا مع بعض كده نمسك الحلقة من اولها والسلسلة من اولها نبتدي كده مع بعض طبعا احنا شعرنا علاقة المناهج بسوق العمل المادة بتاعتنا النهارده اسمها ادارة المشروعات الصغيرة اول حاجة عندنا في المشروعات ما هي مصادر الافكار للمشروعات طيب قبل ما نقول مصادر الافكار للمشروعات يعني ايه كلمة مصادر دي مش معناه ان انا بعمل المشروع ليه لا السؤال لنا معناه انا ايه اللي يخليني اعمل مشروع يعني ايه الدافع اللي يخليني اعمل مشروع عندنا عدة دوافع تخليك تعمل مشروع نمسك اول واحد قطي يكون عندك الحاجات دي وانت مش اخد بالك نمسك كده اول حاجة بتقول ايه وجود موارد غير مستغلة وجود موارد غير مستغلة يعني ايه يعني عندك موارد الموارد دي انت ما بتستغلهاش لسه ما جيش في بالك ان انت تستغلها نبسط الامور شوية يعني مثلا عندك قطعة ارض فاضية وقطعة الارض الفاضية دي لم تستغل بعد دي ممكن تخليه تخطر في بالك بفكرة مشروع عندك مثلا رأس مال ورأس المال ده موجود في البنك اه في البنك بيجيب فوائد وبيجيب كل حاجة بس ممكن الفلوس اللي هي مش مستغلة لو هي في البيت وما بيتمش استثمارها ممكن تخلي فكرتك او فكرة تيجي في دمارك ان انت تعمل مشروع ده المقصود بكلمة وجود موارد غير مستغلة برضو من العناصب اللي بتخليك تفكر تعمل مشروع او مصدر من مصادر الافكار للمشروعات زيادة الطلب على سلعة او خدمة تاني زيادة الطلب على سلعة او خدمة يعني ايه يعني لو انت في مكان وشايف ان فيه زيادة على سلعة ما الطلب عليها بيزيد يعني ايه الطلب يعني الناس مش بتطلبها كتير الناس بتشتريها كتير طب يعني معنى كده انت عايز تقول لي لو في واحد فتح مصروع والطلب عليه كتير افتح جنبه نفس المصروع عادي جدا طول ما السلعة عليها طلب يبقى ده مصدر للمصروع ومصدر فكرة ليك طب انا قلت ايه في كلامي وجود زيادة الطلب على سلعة او خدمة طب هو فيه فرق ما بين السلعة والخدمة طبعا السلعة شيء مادي ملموس السلعة شيء مادي ملموس المشروع اي مشروع في الدنيا بيقدم منتج والمنتج ده ممكن يكون عبارة عن سلعة او خدمة ما مش هيقدم حاجة غير كده يا سلعة يا خدمة بيقدم سلعة شيء مادي ملموس يعني احنا شايفينه ممكن نلمسه دي اسمها السلعة اما الخدمة ده شيء معناوي محصوص خدمة طباع لكن الخدمة دي ما بنشوفهاش ندي امثلة كده الشركات الشحنة دي بتقدم خدمة البنوك بتقدم خدمة المستشفيات بتقدم خدمة التأمينات بتقدم خدمة كل دي اسمها خدمات بتجب العقرات بيقدم خدمات عقرية او خدمات تسوئية اما السلعة الاجهزة الكهربائية الكمبيوتر العربيات الاجهزة اللي بنستخدمها في حياتنا الملابس كل دي اسمها سلعة يبقى انت عندك دلوقتي حاجتين بيخلوا دمارك تشتغل واتفكر ان انت تعمل مشروع ايه هم مالحاجتين دول اول حاجة ان انت عندك مورد غير مستغلي ما بتستغلوش هتخلي في دماغك تيجي فكرة مشروع زيادة الطلب على سلعة او خدمة ايه كمان يخلي في دماغك ان انت تفكر ان انت تعمل مشروع عندنا المشاكل التي تعترض عملية التنمية المشاكل التي تعترض عملية التنمية يعني ايه كلمة مشاكل تعترض عملية التنمية معناها زي ما بيقولوا كده الحاجة ام الاختراع بمعنى ايه بمعنى اه الاول يعني نفهم كلمة التنمية دي عشان نبقى مواضح هندي مثال بسيط جدا يعني مثلا انت روحت في مكان المكان ده لسه مكان جديد منطقة سكنية جديدة فرايح مثلا يعني رايح اه بتدور على مطعم لفيت المكان كله فملقتش مطعم في الحتة دي على طول في دماغك تقول ايه والله ده لو معايا فلوس لكدت فتحت مطعم ده مفيش مطعم هنا الناس كمان اللي موجودين في المنطقة دي عندهم استعداد ان هم يشترهم ويتعاملوا مع المطعم الجديد طيب ايه علاقة هنا بقى ما احنا بنقول منطقة جديدة التنمية فيها قليلة في مشاكل بتعترض عملية التنمية انت رايح منطقة سكنية جديدة او منطقة صناعية جديدة بتفكر تعمل خدمات لوجستية للمنطقة دي طبعا ده مشروع والمشروع ده بيكسب وبنشوف كتير جدا اول ما منطقة قبل حتى المنطقة السكنية ما بتتعمل بنبص نلاقي الناس بقى اللي هي شغالة في المشروعات تبتدي تعلن عن مشروعة قريبا افتتاح كذا قريبا افتتاح كذا في المناطق الجديدة ليه في المناطق الجديدة؟ لان هم عندهم عارفين ان في مشكلة هنا والمشكلة دي حلاها في ايديهم ان هم يعملوا المشروع مثلا مشكلة مواصلات يعملوا مشروع مواصلات مشكلة مطاعم يعملوا مطاعم مشكلة محلات لبيع مثلا الاسماك او المخابز او او اي مشروع في منطقة سكنية جديدة دي بنسميها المشاكل اللي بتعترض عملية التنمية يعني زي ما بيقولوا كده مصائب قوم عند قوم فوائد المشكلة اللي عندك انا باستغلها وباعمل المشروع ده طبعا استغلال شرعي هنا انا شاف ان انت بحاجة الى الحاجة الفلانية نقصاك يبقى انا على طول بفكر ان انا اعمل المشروع يبقى انت عندك دلوقتي وانت بتفكر تعمل المشروع فكر الاول في الحاجة اللي عندك انت عندك ايه عندك موارد غير مستغلة شايف السوق بتطلب سلعة معينة وفي زيادة على الطلب دوت او مشاكل بتعترض عملية التنمية كمان عندنا بعض التسهيلات التسوئية زي النقل والتخزين بمعنى ايه احنا عندنا في اي مشروع بينتك سلعة مش دايما المشروع هو اللي بيوزع السلعة بتاعته بمعنى مصنع مثلا او المنشأة صغيرة لسه ما عنداش الامكانيات ان هي توزع مثلا بتنتك سلعة الماء والسلعة دي سلعة غزائية مثلا منتجات البان منتجات جبن منتجات مياه معدنية حاجات مندية يعني السلعة دي بنسميها سلعة ميسرة يعني ايه سلعة ميسرة لازم تكون موجود ما هو اللي بيشتغل مثلا هنمسك مثال مثلا مصنع لصناعة المنديل قلبت المنديل البسيطة ديت اللي 8 رخيص خلي بالك من الجملة دي 8 رخيص دي بنسميها سلعة استقراب يعني ايه سلعة استقراب يعني سلعة زي المنديل ديت لازم تكون موجودة في كل حتة شو بقي احنا عندنا كام تاجر تجزاء وكم تاجر جملة وكم نادي وكم كوفيه بيقدم بيبقى لازم المنديل دي تكون موجودة عنده طيب هو السؤال هنا الشركة اللي بتنتج المنديل دي هل عندها القدرة على توزيع المنتج ده طبعا لا ما عندهاش هتقوم تستعين بشركات أو ما أنا أفكر أقول طيب طب ما أنا أعمل شركة توزيع المنتجات دي أو إن أنا أعمل مخازن أخزن فيها المنتجات دي دي اللي بنسميها التسهيلات التسويقية زي النقل والتخزين يبقى دي مصادر دي مصادر الأفكار أو الحاجات اللي بتجيب في دماغك فكرة مشروع يبقى قبل ما تعمل المشروع لازم تدرس الأول أنت إمكانياتك إيه؟ السلعة اللي أنت عايز تقدمها في المشروع أو عايز تعمل بلها مشروع عايز تفتح محل ملابس مثلا يعني الأول عندك محل ولا ما عندكش هتأجر ولا مش هتأجر تشوف المنطقة اللي أنت هتأجر فيها على فكرة مش شرط إن أنا أدور على يعني أنا شفت ناس بتعمل مشاريع يقول لك إيه؟ أنا عايز مكان رخيص أعمل في المشروع ما ما فيش مشكلة لكن سلعتك اللي أنت هتبقى عادية هل السلعة بتاعتك في المكان الرخيص دي عليها طلب ولا معلاش طلب ممكن يكون المكان هنا رخيص أو فعلا لكن السلعة في المكان ده معلاش طلب يبقى هنا اللي أنت وفرته في الإيجار والتكاليف هتخسره في أرباح المشروع ممكن يكون ساعات ناس بتستغرب إن ناس بتأجر أو بتشتري بمبالغ عالية لا هو حاسبها كويس حاسبها كويس إزاي؟ بالإسلوب العلمي اللي هنتكلم فيه دلوقتي يبقى أنت لما تيجي تعمل مشروع عندك حاجة مش مستغلة اعمل بها مشروع شايف إن فيه زيادة طلب على سلعة أو خدمة خش في المشروع وإنت قلبك جامد المشروع يحقق ما باعت طول ما السلعة عليها طلب من المستهلك يبقى أنت هتبيع يبقى دي الحاجات اللي بتيجي في دمارك إن أنت تعمل مشروع طب الخطوة الثانية في المشروع تعال نشوف مع بعض الخطوة الثانية إيه عناصب المشروع أنا عشان أعمل المشروع لازم بقى عندك ثلاثة عناصب حاجة اسمها تدفقات نقضية خارجة تدفقات نقضية دخلة فترة زمنية اللي بنسميها عمر المشروع طب يا مستر دا احنا لسه بنفكر بنعمل مشروع وإنت بتقول لنا تدفقات خارجة وتدفقات دخلة لأ وضح لنا الأمور دي كلها هقول لك أنا يعنيه عندك حاجة اسمها عناصر المشروع تنقسم عناصر أي مشروع أي مشروع هتعمله لازم تقسمه لثلاث حاجات حاجة اسمها تدفقات خارجة وكلمة خارجة يعني تكاليف يعني أنت عشان تعمل المشروع لازم تحط في دماغك أن أنت هتعمل هتحط ليه تكاليف مبدئية أو استثمار مبدئي يبقى التدفقات الخارجة طلب السنة تانية والطلبة عموما اللي بيسمعونا واللي طالعين تالتا ان شاء الله وحتى اللي بيفكر يعمل المشروع هيستفيد بالكلام دا جدا لما تيجي تعمل المشروع قدامك قسم المشروع بتاعك أو عناصر مشروعك لثلاثة تكاليف إرادات وعمر المشروع حد يقول لي طب التكاليف وفهمينها الإرادات إزاي أحسب إرادات إزاي لا هو المشروع مش معنى أنت بتعمل المشروع إحنا قلنا أرباح ومنافع متوقعة لكن بإسلوب علمي تقدر تشوف أنت ممكن تتوقع أنت ممكن تكسب كام وإراداتك لأن دا اللي هتبني عليه المشروع وإنت لما تيجي تمول المشروع من أي مكان للتمويل زي البنوك اللي بيتمول المشروعات الصغيرة أو جمعيات تنمية المشروعات الصغيرة هتيجي تقول له أنا عندي مشروع يقول لك تفضل القرد لا طبعا لازم تجيب له حاجة اسمها دراسة جدوى تجيب له دراسة جدوى يعني أنت لما تيجي تعمل مشروع وعشان تاخد تمويل دا أنت مش تمويل دا أنت لو رحت راحت صاحبك وقلت له أنا عندي فكرة مشروع وعايز مبلغي أبدأ بيه المشروع أول سؤالة أسأله لك أنت دارس المشروع كلمة أنت دارس المشروع دي بالأسلوب العلمي بتاع إدارة المشروعات اسمها دراسة الجدوى للمشروعات عشان تاخد تمويل من أي بنك لازم تعمل دراسة جدوى جيدة جدا 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 عشان البنك يعتمد التمويل طب دراسة الجدوى دي هتبقى قايمة على إيه أو فكرتها إيه بتعمل سيادتك أنت وإنت بتعمل المشروع بتعمل نوعين من الدراسات دراسة جدوى مبدئية ودراسة جدوى تفصيلية طيب واحدة واحدة علينا بقى يعني إيه مبدئية ويعني إيه تفصيلية دراسة الجدوى المبدئية دي دي حاجة بنسميها بنسميها كده مبدئية استطلاع أولي يعني إيه استطلاع أولي يعني مثلا هتعمل المشروع في الحتة الفرنة إنت لسه ما عملتش إنت بتسأل فبتروح مكان معين مثلا والله الأرض اللي إنت هتعمل عليها المشروع دي عليها مشاكل ولا معلاش مشاكل طيب لو بنيت لو عملت مباني على الأرض ده هل الطربة دي تصلح للبنى ولا ما تصلحش للبنى طيب لو جبت أجهزة معينة هل درجة الحرارة هنا هتفق في كل الحاجات دي لازم تعرفها في الأول ليه لإنك أنت لو ما عملتش الكلام ده وبدأ هنفترض كده مثال كده أنت جبت تحوشة العمر بتاعك وحبيت تعمل مشروع وقمت شارك كطعة أرض وما عملتش اللي إحنا قلنا عليه ده حد قال لك يا عم ما ولا درس الجادة ولا بتاع توكل على الله طبعا كلنا متوكلين على الله لكن بعد ما عملتشتريت الأرض وبدأت هاتبني وفعلا بدأت أساس المشروع بتاعك اتضح إيه إن الأرض دي عليها نزاع قانوني حد بيقول بتاعتي والتاني بيقول بتاعتي والتالي بيقول بتاعتي لا ما بقانهاش لا بقانه طب ما هنا في عندك مشكلة جامدة جدا المشكلة دي هتعطلك واتخصلك الفلوس اللي أنت دفعتها عشان كده ده حتى ده اللي بيجي يشتري حاجة دلوقتي أي حاجة عايز يشتريها بيسأل عليها الأول ها الدراسة المبدئية دي ها السؤال اللي إحنا بنسأل به طبعا الدراسة المبدئية دي ملاش دعوة بربحة ولا بخصارة الكلام ده كله ولا بأي طباصل للمشروع هي بس بتجاوب على سؤال واحد هل هناك أي معوقات تعوق المشروع ولا لا لو كانت الإجابة أن في معوقات أتوقف عن المشروع طبعا ما في معوقات هرفت حلها كامل ما عرفتش يبقى توقف عن المشروع أو اللي يقولك أن إحنا مفيش معوقات تعوقنا يبقى كده هتنقل على الدراسة التانية طب إيه هي الدراسة التانية الدراسة التفصيلية وأنا مش هنتقل للدراسة التفصيلية لما الدراسة المبدئية الأول تقول لي خلاص مفيش أي مشاكل تعوق المشروع اتوكل على الله وخش في الدراسة التفصيلية يبقى انت لما تيجي تعمل المشروع عمله دراستين دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية عملت المبدئية وقالت لك خلاص ما فيش مشكلة خش في الدراسة اللي بعدها اللي هي الدراسة التفصيلية يعني ايه دراسة تفصيلية دراسة تفصيلية يعني دراسة كاملة عن المشروع كاملة يعني ايه يعني كل نقطة في المشروع هتعمل لها دراسة بالورقة والألم ليه بالورقة والألم الخطوة اللي انت بتخطيها في المشروع صعب ترجعها تاني يعني ايه صعب ترجعها تاني يعني انت تشيري ارض وده تتبني لو فيه اي خطأ صعب ان انت ترجع الكلام ده تاني لان احنا بنقول ايه تنفق من اجل الاموال يعني انت دفعت فلوس في المشروع بتاعك طبعا للوقت اي فلوس بتتدفع لها قيمة فالمفروض ان انا اخلي بالي من حاجات دي فاعمل دراسة اسمها دراسة تفصيلية بتاعت ايه دراسة تفصيلية دي دي دراسة كاملة عن المشروع هتتكلم عليها هتتكلم على دراسة تسوقية يعني هبدأ بالدراسة التسوقية المنتج بتاعي يتسوق ازاي وهنجاوب على الكلام ده كله الدراسة التانية دراسة فنية يعني ايه دراسة فنية يعني التكاليف بتاعتي والجانب التكنولوجي للمشروع بعد كده الدراسة التمولية هجيب فلوس منين لو انا محتاج ارفع رأس المال بتاعي بعد كده الدراسة مرحلة التقييم بتاعتك يبقى انت لما تيجي تعمل مشروع مطلوب منك عشان تستفيد من اي جهة تمويل سواء من البنوك او حتى تعمل تمويل داخلي للمشروع وهقولك يعني ايه تمويل داخلي دلوقتي عشان تستفيد من اي مصدر من مصادر التمويل لازم اول خطوة تكون عامل دراسات الجدوة بتاعتك سواء كانت دراسة مبدئية او دراسة تفصيلية طيب الخطوة التالتة في المشروع ايه تعال نبص مع بعض على الخطوة التالتة بتاعتنا العوامل المؤسرة على قرار اختيار موقع المشروع طبعا موقع المشروع بتاعك ده من اهم النقاط في الدراسة الفنية بمعنى ايه انا هاختار موقع اقيم عليه المشروع هل اختار اي موقع وخلاص لا طبعا ده في عوامل بتاثر في الموقع ده تعال نشوف كده مع بعض العوامل دي اول عامل عندنا الخصائص الفنية والطبعية يعني ايه كلمة الخصائص الفنية والطبعية الخصائص الفنية والطبعية مقصود بها هنا الخصائص الطبعية والفنية لمكان المشروع ذات نفسه يعني إيه؟ يعني إنت ما تروحش تعمل مشروع مثلا درجة الحرارة فيه مرتفعة وإنت منتجك محتاج درجة حرارة منخفضة أو العكس ما تروحش تعمل مشروع المنطقة دية تمتاز به الجبال أو الصحر لو كان المشروع يخدم الحاجة اللي إنت هتعملها دي يعني معنى كده إيه؟ إن موقع سواء الخصائص الطبيعية للمشروع يعني إنت مثلا عايز تعمل مشروع للأسماك مصرعة سماكية يبقى أول حاجة تيجي في دماغ ما تروحش بمنطقة صحراوية وتعمل مصرعة سماكية ما هو؟ ما هو دا اللي بنتكلم عليه لازم تختار المكان المناسب المناسب لإيه؟ مش مناسب من ناحية كنتا لا مناسب للمنتج بتاعك إنتا المنتج اللي إنت هتنتجه يعني مثلا لما أجي أعمل مصروع إيه اللي يخلي المصروع يفشل؟ لما أجي أعمل مصروع مثلا نوع من أنواع الصلصة هعمل صلصة هواعمل بالعقل كده هعمل المشروع فيين؟ تمام زي ما أنتوا بتقولوا كده هعمل المشروع بالقرب من منطقة زراعية بيتقافع فيها محصول الطماطم لأن صناعة الصلصة قائمة على منتج أو مزيد من المنتجات قليل جدا طماطم مكسبات ألوان الكلام دا يبقى أنا ما رحش بقى أعمل المشروع بتاعي دا في مكان بعيد عن المناطق الزراعية طيب أنا أكيد واحدة يقول لي ما هعمل آه هعمل وهنقل بالعربيات بس تكاليف النقل دي يتلازم أحسبها ما هو دا العنصر التاني اللي هنتكلم فيه تكلفة الحصول أو تكلفة النقل هل تكلفة النقل تمثل نسبة عالية من تكاليفة ولا لا؟ لو كانت تكلفة النقل تمثل نسبة عالية هضروع على مكان تاني أعمل بالزبط زي إيه؟ زي اللي بيجيه يشتري شقة قدامه شقتين نفس المساحة دي بمئة ألف ودي بتلتمئة ألف أخد أممية ولا أخد بتلتمية؟ المنطق بيقول إن أخد أممية ما هنفس المساحة لا من منطق مش هيحكمنا كده أمه لا هيحكمنا إزاي؟ تعالى الأول تكلفة المواصلات بتاعة الشقة دي إيه؟ وتكلفة المواصلات بتاعة الشقة إيه؟ أمه مئة ألف جنيف منطقة بعيدة مواصلاتها صعبة هتكلف مواصلات عالية جدا أمه تلتمية ألف اللي أنا شايفها غالية منطقة ريضة مواصلاتها متوفرة جنب المدارس جنب السوق آه دي هتوفر لي يبقى إزا هنا تكلفة النقل لازم أحسبها كويس إذا كانت تكلفة النقل دي تمثل نسبة عالية من تكليفي يبقى دور على مكان تاني كمان من ضمن العوامل اللي بتأثر في اختيار موقع المشروع تكلفة الحصول على الأرض اللي هعمل عليها المشروع يعني إيه؟ عشان تفهم كلامي كده هنفترض كده مع بعض إن فيه شاب مقبل على الزواج الشاب ده معه ربعمائة ألف جنيه وعايز تجوز بيهم وحجاب شقة اشترى شقة فعلا بـ تلتمائة ألف جنيه أو تلتمائة وخمسين ألف جنيه كده خلاص جاب الشقة طب هل المبلغ اللي فاضل ده هيكفي بقية مرحلة الزواج؟ طبعا لا يبقى هو هنا منه وانا ما استفدش حاجة يبقى أنا لما أجي أعمل مشروع أشوف تكلفة الأرض بتاعتي إيه؟ ليه؟ أنا مثلا طبعا كل واحد بيبقى عامل رأس مال اللي سمناه تلفقات خارجة أو تكاليف للمشروع بتاعه فأنا بقى أشوف الجزء اللي هيصرف على تكلفة الأرض ده المبلغ اللي يتفضل معايا هيكفي بقية الكلام اللي أنا أعمله ولا لا لأن الأرض دي ده أنا ده الأرض دي أول مرحلة من مراحل إنشاء المشروع أن أنا أشتري الأرض بعد كده الأرض دي محتاجة إيه؟ محتاجة أن أنا أزبط الطبرة بتاعتها أن أنا هبني هجيب آلات هجيب مواد خام هبتدي أشغل عمال وبعدين خلي بالك أنت المشروع مش بتعمله مجرد ما تعمله ويبتدي يكسبك لا في حاجة اسمها الدورة التشغيلية الأولى يعني إيه الدورة التشغيلية الأولى لازم أمعك حاجة اسمها رأس المال العامل اللي هيشغلك لحد الدورة التشغيلية الأولى دي ما تخلص اللي الدورة التشغيلية الأولى يعني بنتج سلعة مثلا أول ما بخلص الدورة التشغيلية الأولى طبعا عشان السلعة دي تم إنتاجها وتاخد دورة كاملة محتاج إيه؟ واتخام وعمال وقضاء وكهرباء وتأمينات ويبقى لازم يقوم معايا فلوس اسمها رأس مال العامل اللي هيكفيني لحد ما ايجي اول منتج يطلع ابيعه اخد فلوس ابتدي ادور الفلوس تاني انما ما حطش فلوس يقول لها في الارض اللي انا هعمل فيها المشروع وبعد كده اقول ربنا يساهل اه ربنا يساهل وكل حاجة لكن احنا قلنا لما نيجي نعمل المشروع كل حاجة بنسبه على ربنا لكن لما نيجي نعمل المشروع برضو بنفكر بالاسلوب العلمي اللي قلنا عليه طب من ضمن الحاجات كمان اللي بتقرب قرب المشروع من مستلزمات الانتاج طب استنى بقى ما تقول لنا الاول يعني ايه مستلزمات الانتاج كلمة مستلزمات الانتاج ببساطة كده المواد الخام اللي انا هشتغل بيها يعني ايه المادة الخام بتفرق في موقع المشروع طبعا لو انا بشتغل في مواد خام مثلا هشتغل في صناعة الرخام طب الرخام دوت بيجي منين بيجي من مناطق الصحراوية طب ما انا لو فتحت مصنع احسن لي احسن لي ابقى جنبه ولا بعيد عنه برفع عليكم ابقى جنبه يبقى انا هنا بشوف السلع المستلزمات الانتاج اللي انا بستخدمها لو تتطلب مني ان انا اروح للمكان مستلزمات الانتاج دي يعني مثلا هعمل مصنع لمنتجات الالبان طيب منتجات الالبان دي قائمة على الايه قائمة على الابقار واللي بتطلع الجبن واللبن والحاجات دي كلها يبقى المزارع المزارع دي لازم يبقى انا جنبها مش انا مش هي اللي تجيلي يبقى انا اللي اروح جنبها زي ما اقولت لك من شوية هعمل مصروع مثلا للخضرات المجمدة ما دي مستلزمات الانتاج محتاج ايه محتاج مثلا الخضرات اللي بنستخدمها في التجميد دي يبقى انا هعمل المزارع بتاعي جنب المزارع اللي بتزرع الكلام ده لان لو ما عملتش كده ممكن اعمله بعيد لكن هتكلف ولا مش هتكلف هتكلف طبعا عشان كده بيقول ايه يفضل قرب المزارع من مستلزمات الانتاج احنا ما بنقولش لازم احنا بنقول يفضل يفضل ليه لانه بيبقى فيه بعض الصعوبات في التطبيق يعني ما مش كل حتى لو تلاقيت مزارع مش شرط تلاقي مكان جنبها فاحنا بنقول يفضل لو كان ايه بقى في بعض الحالات لازم يبقى المشروع بتاعك جنب مستلزمات الانتاج زي ايه اذا كان المادة الخام بتاعتك سقيلة الوزن لو المادة الخام بتاعتك اللي بتشتغل فيها سقيلة الوزن يبقى انت محتاج مشروعك يبقى جنب مستلزمات الانتاج او بتاخد تكلفة عالية يبقى انت لازم يبقى جنب مستلزمات الانتاج أو قابلة للتلف يعني قابلة للتلف لو المدى الخام بتاعتك عشان تتنقل من مكان لمكان سريعة التلف لا ده أنا رحلها أعمل المشروع بتاعي جنبها لأن كده أنا ممكن أتعرض للخسارة طيب كمان من ضمن العوامل اللي بتأثر في مشروع لما تيجي إن شاء الله تفكر في مشروع قرب المشروع من القوى المحركة يعني إيه القوى المحركة؟ ما هالمشروع بيشتغل بإيه؟ بالغاز أو بالكهرباء أو بالمية أو بالصلار يبقى أنت الحاجات دي كلها تبقى جنبك لأن لو مش جنبك عامل بالضبط زي إيه؟ أنت أخذ شقة الشقة دي ولا فيها كهرباء ولا فيها غاز ولا فيها مية طيب هتقول لي طيب أنا ممكن أدخله يا ماشي بس هتكلف تكلفة أنت مش عامل حسابك عليها يبقى أنا أحسن لي إن أنا يبقى المشروع بتاعي جنب القوى المحركة بتاعتي كمان برضو من ضمن العوامل وإنت بتشتري أو بتحطط ليه مشروع وتشوف له الموقع بتاعه قرب المشروع من الطبق الرئاسية يعني إيه الطبق الرئاسية؟ المواصلات لسفلت بمعنى صح ليه؟ ما هو مشروعك ده؟ ما هو مشروعك ده هيخشه لمواد خام ويطلع منه منتج مادة الخام بتخش المشروع تطلع منتج المادة الخام وهي جاية لو مشروعك ده في مكان صحراوي أو مكان بعيد أو أو كل ده تكلفة زيادة على المشروع بتاعك طيب برضو ما هو تكلفة مش على المواد الخام بس كمان على المنتج أنت محتاج أسواق التصريف يعني أسواق التصريف السوق اللي أنت هتصرف فيه المنتج بتاعك طيب السوق اللي أنت هتصرف فيه المنتج بتاعك ده تخيل معايا ان السوق بعيد جدا عن المصنع يبقى انت محتاج عربيات نقل محتاج منولة محتاج مخازن محتاج 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 كل ده ممكن توفره لو 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 عذرت ان انت يبقى المشروع بتاعك قريب من مستلزمات الانتاج وكمان قريب من اسواق التصريف بتاعتك يبقى خلي بالك وخلي بالك لما تيجي تعمل المشروع احنا ماشيين خطوة خطوة اول خطوة اتكلمنا فيها فكر ايه الفكرة اللي تخلينا اعمل المشروع يكون عندي موارد غير مستغلة فيه انا شايف السوق فيه طلب زيادة عن سلعة كذا وده يفسر لك حاجات كتير ليه المحلات اللي بتمارس نشاط واحد على فكرة المحلات اللي بتمارس نشاط واحد او المشاريع اللي بتمارس نشاط واحد وجنب بعض ده بيحققوا مبيعات عالية جدا طب ليه ده واحدة يقول لي ده هينفسوا بعض المنافسة دي مطلوبة المنافسة ديه الصلاح اتنين لصالح المستهلك والصالح المنتج او الباع طب المستهلك ليه لان المستهلك لما يكون نفس المشاريع جنب بعض او نفس المحلات دي بيتبيع نفس المنتج طبعا المستهلك هيقدر ياخد فرصة الحصول على افضل ساعة لان ما حدش هيقدر بقى يزود لان لو زود عليك هتروح لجنبه طيب تاني حاجة الزبائن او العملاء هيبقوا كتير في المنطقة دي لان ده المكان المجمع وعندنا امثلة كتير جدا كلكم عارفنا على الانشطة المجمعة وبتحقق ارباح قد ايه خطوة تانية وانت بتعمل المشروع اعرف كويس ان انت عندك ثلاث عناصر للمشروع تكاليف المشروع وعرادات المشروع وعم المشروع خطوة تالتة اللي تكلمنا فيها لما تيجي تختار موقع المشروع بتاعك في عوامل بتأثر في اختياب الموقع لان العوامل دي لو انت ما خدتش بالك منها ممكن لقدر الله المشروع اللي انت بتفكر فيه يفشل وما يحققش نجاح ودلوقتي هقولك ايه الاسباب خلي بالك معايا الاسباب اللي ممكن تودي الى فشل المشروع تعالى نشوف مع بعض الخطوة الرابعة بتاعتنا في عمل اي مشروع اه ما هي الحالات التي يفضل فيها المشروع اه بالقرب من مستلزمات الانتاج لنفضل المشروع يبقى قريب من مستلزمات الانتاج قلنا عندما تكون السلعة او المادة الخامل اللي انا بشتغل بها كبيرة الحجم او سقلت الوزن يعني ايه كبيرة الحجم يعني هي مش تقيه لأ بس بتاخد حيس كبير طبعا حيس كبير ده في النقل والمواصلات اللي بنستخدمها بتستهلك تكلفة عالية جدا من اللي بنستخدمها لما تكون كمان مستلزمات الانتاج دي سريعة التلف وقلنا سريعة التلف يعني بتدوز بسرعة يعني عندنا كمان اذا كانت تكلفة النقل تمثل نسبة عالية من تكاليف المشروع يبقى انا يفضل المشروع جنب مستلزمات الانتاج خطوة كمان اللي معانا انواع دراسات الجدوى قلتلك لما تيجي تعمل المشروع عندك نوعين دراسة جدوى مبدئية ودراسة جدوى تفصلية المبدئية قلنا ان انت بتتأكد من ما فيش اي مشكلة طاقة المشروع والله تليقيت مشكلة توقف عن المشروع ما لقيتش مشكلة خش على الدراسة اللي بعدها الدراسة اللي بعدها اسمها الدراسة التفصلية الدراسة التفصلية دي هتعمل دراسة كاملة عن المشروع اول خطوة او اول دراسة هتعملها دراسة التسويقية او دراسة السوق يعني ايه دراسة تسويقية وهل الدراسة التسويقية دي مهمة للمنتج بتاعي طبعا ده دي تعتبر من اهم الدراسات لان الدراسة دي الدراسة دي بص ما لقاش دعوة بمكسب وخسارة لها دعوة بحاجة واحدة بس منتجك هيتباع فين وهيتباع وإيه كمية المبيعات وإيه نوع المستهلك اللي هو عايز السلعة دي وإيه نوع السوق اللي يصلح للسلعة بتاعتي واللي احنا بنقوله ده يبقى نوع دراسات الجدوة عندنا نوعين دراسة مبدئية ودراسة تفصيلية ليه بعمل دراسة جدوة ليه بعمل دراسة جدوة أول حاجة أهم الأدوات التي يستعين بها متخز القرار يعني إيه يعني ما حد ييجي ياخد قرار أما ييجي ياخد القرار بناء على المعلومات اللي تم جمعها من دراسات الجدوة هيقدر ياخد القرار الصح بمعنى متخز القرار هنا إيه متخز القرار هنا مش معناه إن أنا صاحب المشروع بس لا متخز القرار دراسة الجدوة دي بتساعد متخز القرار سواء كان متخز القرار ده صاحب المشروع أو منظمات منح التمويل بمعنى إيه أنا لو صاحب المشروع وبصيت على دراست الجدوى وتلاقيت دراست الجدوى بتقول لي ان المشروع ده والله يتعمل وفشل او تكلفته عالية مش هيحقق ارباح او عليه نزاع عليه مشاكل هتوقف نهائي يبقى انا كده خدت المشروع جيد ويحقق ارباح يبقى المعلومات اللي انا جمعتها سواء من كانت من دراسة مبدئية او دراسة تسوقية او فنية هتفدني في اتخاذ القرار كمان المتخذ القرار بالنسبة ليه سلطات منح التمويل او منح الاقتمان يعني ايه الاقتمان التمويل يعني ايه التمويل تمويل المشروع ما هو انت ما بتجي تعمل المشروع لازم بتضرع على مصدر تمويل حتى لو معك رأس مال بتبقى مثلا محتاج تمويل من البنك محتاج تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من اي مكان بيمول المشروعات مفيش مكان هيديك اي رأس مال او اي قرد او اي حاجة تمويل بها المشروع اللي اول طلب هيتطلع عليه هيقول لك هاتلي دراست الجدوة من الشروق ليه دراست الجدوة مش هيسمع منك دراست الجدوة هي اللي هتقول له الدراست وطبعا لازم تتم اعدادها بطريقة جيدة حد هيقول لي دلوقتي هو انا اللي بعمل دراست الجدوة لا طبعا مش انت اللي بتعملها في المكاتب هي اللي بتعملها دراست الجدوة ومكاتب متخصصة في دراست الجدوة انت بتقول لهم المشروع هما بيبدأوا يعملوا الدراسة الجدوى ومش شرط ان انت تعملها لا يعني ما انت لو تقدر تعملها اعملها طب انتوا عارفين بقى انا اقول لكم على حاجة كويسة جدا المنهج بتاعنا المنهج ادارة المشروعات الصغيرة في نهاية الكتاب ده الكلام ده المين لطلبة الدبلوم اللي خلصت وطلبة الدبلوم اللي طلع الدبلوم التجاري بزياد شعوبة ادارة في الكتاب في حاجة قريمة جدا جايب حوالي اربع او خمس انواع من انواع دراسات الجدوى في المشاريع الصغيرة يعني صنعت المربة ازاي العسل النح دي حاجات قيمة جدا الحاجات دي مادية مكلفة مكلفة لو جبتها من بره هو في الكتاب ايلك مراحل دراسة الجدوى عشان تعمل مشروع يعني مشروع من دول جايب لك المراحل دي ومجانا اوعى ترمي الكتاب ده احتفظ بالكتاب ده قيم جدا 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 في حوالي خمس او ست ده انواع من انواع دراسات الجدوى بتعرفك تعمل ايه لما تيجي تعمل مشروع يبقى احنا بنعمل دراسة الجدوى ليه حد اصلا هيقول ليه هي دراسة الجدوى دي مهمة طبعا مهمة اول حاجة قلنا بتساعد متخذ القراءة على اتخاذ القراءة السليم تاني حاجة وسيلة لمنح الاقتمان مفيش اي محدة هيديك تمويل اللي لما تقدم له دراسة جدوى ودراسة جدوى جيدة كمان بتوضح لك الفوائد المتوقعة من المشروع يعني بتوضح لك عوائد المشروع خلي بالك في نقطة مهمة جدا انت لو معاك رأس مال رأس المال ده مثلا في البنك البنك بيديك فوائد 10-12% يعني معنى كده ان الفلوس دي شغالة وبتم استثمرها وبتجيب لك فوائد طيب لو انا عملت مشروع بالمنطق كده المشروع ده مخاطرة بلا مش مخاطرة مخاطرة طبعا طب هل الفلوس في البنك مخاطرة لا مش مخاطرة ليه فلوسك مضمونة في البنك بتاخد عليها فوائد شهرية مضبط حياتك على الفوائد اللي بتجيلك المشروع ممكن ايكاسبها كبتر لكن مخاطرة يعني مخاطرة ممكن ان هو يقل من الفوائد وممكن يخسر وممكن يجيب لك زي الفوائد بس نسبة المخاطرة عليها يبقى انت كده لما تيجي تعمل المشروع بتبتدي تعمل مقارنة ما بين ايه ما بين فوائد اللي بتجيلك مسأل يدي مثال بسيط عشان برضو نوضح نقطتين مهمين جدا انا معايا مثلا 20 الف جنيه في البنك بيجيبولي فوائد مثلا في السنة 200-300 جنيه مسأل يعني عايز اعمل مشروع بال20 الف جنيه دول قبل ما اعمل المشروع البنك بيديني فايدة امال المشروع هيديني ايه خلي بالك المشروع مش هيدينيك فايدة امال هيديك ايه هيديك حاجة اسمها معدل عائد الاستثمار معدل ايه العائد اشوف بقى انا والله معدل عائد الاستثمار اكبر من سعر الفايدة السائد في السوق واجبر بقى ريحية يعني اكبر شوية اعمل المشروع واخد فلوسي من البنك اعمل بقى المشروع والله اتلقيت معدل الفايدة الفلوس بتاعت البنك زي معدل العائد لا يبقى انا يبقى انا ادم ما بيحبش المخاطر هيقولك لا انا حغل فلوسي في البنك طب لو قال طبعا مش هفكر في المشروع خالص يبقى انت لما بتيجي تفكر في المشروع فيه عندك تكلفة الفرصة البديلة يعني ايه فلوسك موجودة في مكان هتودعها في مكان تاني طبيعي كده وطبيعي الانسانية انا هشوف المكان اللي هيكسبنا اكتر واللي نسبة مخاطرته نحطها في الحزبان نسبة مخاطرته اقل يبقى البنك المشروع بيكسب اه بيكسب لو عملت دراسة جيدة للمشروع هيحقلك ارباح كبيرة جدا يبقى اه ده كمان بيبين لنا كمان دراسة الجدوى طريقة المسلى لتشغيل المشروع يعني اقصى حاجة ازاي بخليني ان انا استخدم اه بستفيد بالاستفادة القصوى من كل حاجة عندي من قلات من عمال من ارض من اه من مساحة دراسة الجدوى بتبقيل لك كل ده يبقى دي كزا خطوة دلوقتي ماشيين خطوة خطوة نهي بالمشروع تعالى نشوف الخطوة اللي بعد كده دي بقى اللي تهميني اسباب عدم نجاح المشروع ليه المشروع بيفشل ناس كتير جدا تيجي تقول لهم تعمل المشروع يقول لك لا اسكت ما تجيب ليس سلط المشاريع والله اذا انا عملت المشروع دوت والمشروع ده فشل ده المشروع ده خصرني ده انا ما عدتش افكر في المشروع ده انا ده طب قبل ما تقولي الكلام ده كله اللي خلى المشروع يفشل اسباب فشل اي مشروع الاسباب دي اي مشروع في نقطة كمان قبل ما نقول اسباب فشل المشروع هل المشروع اللي انت بتعمله ده بيخدمك انت بس لا طبعا المشروع ما بيخدمكش انت بس أي مشروع صغير بيتعمل في الدولة بيعمل حاجة اسمها أو بيزود حاجة اسمها القيمة المضافة مشاريع الصغيرة في دول تقدم الكبير اللي فيه الصين دلوقتي من ناحية الصناعية أو ألمانيا كلها قائمة معظمة على المشروعات الصغيرة هو تستهون بالمشروع الصغير المشروع الصغير ده بيعمل ايه مشروع الصغير ده على فكرة يشوف المشروع الصغير ده بيزود في ميزان المدفعات ليه تأثير على الميزان التجاري للدولة ليه تأثير على الصادرات والواردات طبعا ما تستهونش بالمشروع الصغير مشروع صغير يعني ايه مشروع صغير يعني انت على الأقل على الأقل لو هتعمله لوحدك يبقى انت وجدت من نفسك فرصة عمل والمشروع الصغير ده أكيد هتبيع منتجات والمنتجات دي لو انت مش بتصنعها جاية من المصنع والمصنع ده فيه خمسين ستين ألف سبعين ألف عامل شغالين يبقى بوست الدايرة ماشي يا إزاي إذا نقوع تستهون بالمشروع الصغير وأي فايدة مش شغال بصنا عندنا حاجة اسمها إيه النفع الخاص يقترن بالنفع العام يعني إيه ما تقولش المشروع مش بيكسبك أنت بس المشروع يعني ما تبصش لنفسك المشروع قائم عليه حاجة تانية كيفية جدا إزاي ما هو المشروع ده اللي أنت بتشتغله ما احنا قلنا حاجة من الاتنين يبقى بيكب 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 بيك عليه قبله مصنع للغزل والنسيج قائم عليه مصنع لحلج القطن اللي هيطلع له فبص تلاقي الموضوع كبير جدا وكل ده بيزود وبيقوي اقتصاد الدولة واحنا شايفين الوقتي ان الدولة بتاعتنا مهتمية جدا بالتعليم الفني بصفة عامة ومهتمية كمان بالمشروعات الصغيرة لان عشان الاقتصاد بتاعنا اه اقتصاد ينمو لازم الصناعة الانتاج السلعي والانتاج الصناعي مفيش دولة تقدر توقف على رجليها الا بالانتاج الصناعي والتصنيع يبقى احنا كده عندنا نشوف بقى ايه اللي بيخلي المشروع يفشل نبص كده على الاسباب ببساطة اول سبب يخلي المشروع يفشل دراسة جدوى ضعيفة يعني ايه انت ما عملتش دراسة الجدوى صح هدي مثال كده بسيط هنفترض كده مثلا حد راح يتقدم لوحدة ايه علاقته باللي احنا بنقوله هتعرف دلوقتي علاقته فهجيلي مثلا حد يتقدم لبنتي فهقوم بعد حد يسأل عليه اللي راح يسأل عليه دوت دي دراسة الجدوى المبدئية انا مش عايزه تكلم في تفاصيل ولا مهر ولا شابك ولا الكلان انا عايزك بس تسأل لي علي كويس ولا مش كويس لو السؤال ده لو الراجل ده ما سألش ويجي قال لي سواء بالكويس او مش كويس يبقى هنا في مشكلة عشان كده بنقول ايه اول سبب يخلي اي مشروع يفشل دراسة الجدوى الضعيفة دراسة الجدوى الغير قائمة على الاسلوب العلمي لازم استخدم في دراسة الجدوى اسلوب علمي وسيلة علمية عشان اقدر اقس واوزن هل المشروع ده هينجح ولا المشروع ده هيفشل يبقى يخلي بالك اول سبب من اسباب فشل المشروع دراسة الجدوى بنوقة فيه المغالاة في عائد الاستثمار يعني ايه كلمة المغالاة المبالغة في عائد الاستثمار يعني ايه عرف انت لما حدي يقولك ايه زي ما بيقولوك كده بالمثل يعمل لك من البحر تحينة يعني ايه يعني انت حطت فلوسك في بنك في امان تلق ايجا واحد قالك فلوس دي بتجيب لك 1000 جنيه في الشهر انا هعمل لك مشروع يجيب لك 10 000 جنيه في الشهر طب انت درس الفكرة اه اده انا درس ام وما فيش بقى ما فيش دراس الجدوة ولا اسلوب علمي سيادتك قمت اخد الفلوس قمت بدأت المشروع طبعا بما ان طبعا انت البنك كان بيديك الف المشروع اجيب لك عشر تلاف ده تبقى للكلام اللي قاله المبالغة في الارباح مبالغة في الارباح يعني ايه ان انت بتبالغ في ده حقيق هامش ربح عالي تيجي تفاجأ بعد ما تعمل المشروع ان المشروع اصلا يعني فلوس البنك ما جابهاش كمان يبقى انت كده المشروع بتاعك هيفشل وتقول يا ريتك ما عملته يبقى انت وانت بتعمل المشروع اعمل دراسة جدوة احنا عايزين نعمل ايه؟ اسباب فشل المشروع دي تخليها قدامك اسباب نجاح اي مسروع يعني بدل ما نقول اسباب الفشل نقول اسباب النجاح ازاي؟ مش احنا اول سبب في المشروع فشل المشروع دراسة جدوة ضعيفة يبقى معنى كده ان اول سبب لنجاح المسروعي اول سبب لنجاح المسروع دراسة جدوى قوية التاني سبب في فشل المسروع المغالاة في عقد الاستثمار لا انا ما ببليخش في عقد الاستثمار احسبها كويس جدا وبرضه هرجع واقول تاني مش هقدر احسبها الا بدراسة الجدوى العلمية اللي انا هعملها برضه من ضمن الحاجات اللي بتخلي المسروع يفشل تقدير التكاليف بقى قل من كومتها يعني ايه تقدير التكاليف بقى قل من كومتها انت بتقدر تكلفة المشروع بتاعك بقى قل من كومته بس للأسف بتكون خلاص بدأت المشروع بمعنى ان انت بتقول انا المشروع ده يتكلف 10.000 جنيه وبناء عليه هيحقالي رضاة 15.000 جنيه يبقى انا كده كسبت 5.000 جنيه ده دراست الجدوى اللي قالت كده تمام بس السيادتك قدرت التكاليف غلط لما بدأت المشروع اتضح ان التكاليف بتاعتك بـ 15.000 جنيه ده ممكن يحصل اه طبعا ما هو لو انت مش داري بيه ما عملتش دراسة للسوق الاسعار والخمات واسعار العمالة واسعار الالات واستهلاك الكهربة واستهلاك المية ما هو انت الحاجات دي ما دي التكاليف اللي انت هتدفعها تحسبها ازاي لازم تنزل لأرض الواقع وتحسبها وإلا لو ما حسبتاش هتبقى انت كده قدرت التكلفة بأقل من كومتها فالمشروع هنا معرض للفشل ده مش معرض ده اكيد هيفشل كمان من ضمن الاساليب اللي بتقدي لفشل المشروع وضع جدول زمني متفائل للمشروع يعني وضع الجدول زمني متفائل عاملة بالضبط كده زي كنته كطلبة تيجي تقول ايه فاضل اسبوع على الامتحان بس انا هعمل حتة جدول وهامش عليه انت عندك اتناشر مادة وفاضل اسبوع او شهر على الامتحان فقمت اقل لنفسك انت كده المادة دي خلصها في يومين المادة دي قمت عامل الجدول هيسألك انت اتقلها ده انا عامل جدول ايه ده انا اخلص المواد واراجع كمان بدأت اول مادة جيت تبصت لقي المادة الاولانية خدت منك مراجعة سبع تيام والتانية بتبصت لقي فاضل يومين على الامتحان وانت ما تذكرتش الباقي ده اللي بيحصل في المشروع ان انت بتعمل ايه بتحط جدول للانتهاء من المشروع في مدة قليلة تيجي تبص تلاقي الجدول ده مد معك خلي بالك طب ده تقول لي طب ما يعني ايه وقت لا اجه مش وقت ده فلوس تكاليف ليه انت جايب عمال وايه اللي عمال هيعود يومين هياخدوا 1000 جنيه العشر عمال اللي جايين دول انت حسبتها كده طبعا الحاجة اللي هيعملها انت حسبها تخلص في يوم لا على ارض الواقع تخلص في ثلاثة ايه يبقى بدل ما كنت هتدفع عالف لا ده انت هتدفع ثلاث يبقى احسن ان انت تحسب بالزبط التكاليف بتاعتك وتحط جدول زمني مطابق لارض الواقع وارجع اقولك تاني عشان تعمل الكلام ده لازم تعمل دراسة الجدول اللي تكلمنا عليه دراسة جدول جيدة كمان من اسباب فشل اي مشروع التنبؤ المسرف في نتائج المشروع يعني ايه التنبؤ المسرف في نتائج المشروع ان انت بتتنبأ بارضاح خيالية للمشروع وبناء عليه بتحط نفسك في مكان وتقول يعني مثلا بتجيب الات وتاخد قرد وا 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 وانا هسدل من ارباح المشروع وتفاجأ ان المشروع مش هنقول بيخسر بقى ارباحه قليلة بس الارباح دي مش هتغطي الحاجات اللي انت عملتها طبعا دي كانت فكرة عن ادارة المشروعات وبإذن الله في الحلقات القادمة نستكمل وارجو ان انتم كونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة